فيلم لها بيبدأ مع روز اللي بتشتغل مساعدة لمصمم أزيق كبير اسمه جونتر وفي اليوم ده بتوصل روز شغلها متأخر وبيحرجها جونتر قدام باقي زمالها فبتبرر روز موقفها وبتقول انها كانت هتامل حادثة كبيرة في الطريق وبالرغم من كده جونتر ما بيهتمش وبيظهر انه شخصية صريمة جدا واهم حاجة بالنسبة له هي الشغل والموعيد وبيحرجها كتر من مرة فبيضحك كل الموجودين باستثناء تشيلسي وبنعرف ان عائلة روز ماتوا من زمان وقسرة تشيلسي تبنوها وعشان كده روز وتشيلسي قريبين من بعض جدا وزي الاخوات وبعد الاجتماع بتتفاجئ روز ان اياد زميلها راح يتكلم معاها وبنعرف ان اياد بيشتغل مصور معهم في نفس المكان وبيارد على روز انها تروح معا حفلة بالليل واللي بيكون جونتر متعود يعملها اخر كل شهر وفي الاول بتكون روز رفضة تماما وده لانها مش بتحب الحفلات لكن بعدها بتضطر توافق لما بتلاقي اياد مصر وبنعرف ان روز بتعاني من قلة الثقة في نفسها وبتشوف نفسها اقل جمال من كل البنات اللي في سنها وعشان كده بتكون مستغربة من اصرار اياد انه يخرج معاها ومع ذلك بتكون فرحانة وده لانها معجبة بي من زمان لكن عمرها ما قدرت تعبر عن مشاعرها وبتفرح تشيلسي لما بتعرف انهم رايحين الحفلة سوا وبتقرر تساعد روز اختها في اختيار الفستان المناسب وبنعرف ان تشيلسي عارضت ازياء اما روز فبتساعد جونتر في التصميمات وبالليل بتوصل روز للحفلة وبتقف هي واياد يتكلمه وبيبدأوا انهم يتعرفوا على بعض اكتر وبيقول اياد ان كان حلمه يكون مصور صحفي لكنها شغلانة غير مجزية وعشان كده بيضطر يشتغل في حاجات تانية جنبها اما روز فبتقول ان نفسها تكون مصممة ازياء كبيرة وبتكون شايفة ان اللبس والموضة قادرين يغيروا هوية الانسان تماما وظهر انها بتحاول تتجنب نظرات جونتر لها طول اليوم ولما بيسأل اياد عن السبب بتقول انها سرق الفستان الياء لابسة من تصميماته عشان تحضر الحفلة وبعدها بشوية بتسيب روز وبتدخل الحمام وفي الوقت ده بتسمع بنتين بيتكلموا عليها وبتقول واحدة منهم ان تشيلسي هي ده طلبت من اياد يخرج مع روز وده لانها بتتعاطف مع روز بسبب عدم ثقاتها في نفسها واحساسها بالوحدة فبتنهار روز وبمجرد ما بتخرج من الحمام بتروح تتخاني مع تشيلسي وبتقول تشيلسي انها عملت كده فعلا ولكن نياتها كانت كويسة فبتدق روز من احساس الشفقة وبتقرر تمشي من الحفلة وبتحاول تشيلسي انها توقفها لكن روز بتاخد الموتسكل بتاعها وبتمشي وبتبقى مش مركزة في الطريق فبتعمل حادثة كبيرة وبعد اسبوع بتفوق روز في المستشفى وبيظهر ان الحادثة سببت لها اصابات كتير في كل جسمها وانها كانت في غايبوبة وبنها عرف ان تشيلسي كانت جنبها طول الوقت ده وبيظهر انها خايفة عليها جدا فبتنادي عالدكتور اللي بيجي بسرعة لعندهم وبيطمن روز ان حالتها مستقرة وبيبرر سبب وجود الشاشة على وشها بانها تصبت في الفك وفقدت اجزاء كتير من جلد وشها فاضطروا انهم يقفلوا الجرح ده بالاسلاك وعشان كده هتحتاج عملية تجميل وبيقول كمان انها تصبت في معدتها وعشان كده في جرح كبير في المنطقة دي وكمان هتضطر تمشي على نظام غذاء معين مناسب مع حالتها وبالرغم من صعوبة الموقف بتصير روز انها تشوف شكل وشها وبيظهر انها اصابة كبيرة واخدم صاحة كبيرة من وشها لدرجة انها مش بتعرف تتكلم وبتضطر انها تكتب على ورقة لو محتاجة حاجة وبتبكي روز اللي بتحس ان حياتها بتنهر قدامها فبتحاول جنتر انها تهديها وبتطمنها انها مش هتسبها غير لما تقف على رجلها من تاني وبتتصدم روز لما بتعرف انها ترفضت من شغلها وبتقرر تشيلسي تاخدها تعيش معا في بيتها لحد ما تلاقي شغلة تاني وبعد اسابيع بتخرج روز من المستشفى فبتاخدها تشيلسي على البيت وبيظهر انها جابت لها كل الاكل اللي هي بتحبه وبتقول تشيلس ان اياد بيسألها عليها دايما وان هو اللي سعيدها وجاب معها حاجة روز من شقة لشقة تشيلسي وبتبدأ روز تحضر الاكل نفسها وبيظهر انها مش بتقدر تاكل غير من خلال الحقن واسناء ما هي بتقلب في رسالة البريد الالكتروني بتلاقي رسالة من اياد واللي بيكون عايز تطمن عليها لكنها بتتجاهل وبيظهر انها مش قادرة تسامح من وقت الحفلة وبعدها بتلاقي روز رسالة من اعادة تجميل اللي بيعرضوا عليها انها تتعالج عندهم فبتبدأ روز تقرأ عن المكان وبتعرف انهم بيشتغلوا على نظرية موراق الانسانية واللي بيكون محتوى ان الجنس البشري ممكن يتطور خارج حدود العقل والجسم لو عرفنا ازاي نستفيد بالعلم والتكنولوجيا وبنعرف ان منظمة الغذاء والدواء عرضة النظرية دي تماما وعشان كده العيادة دي بتشتغل حاليا بشكل سري وفي مقابل تجربهم على المرضى بيديلهم تأمين صحي مدى الحياة لهم والعائلاتهم وبتقرر روز انها تزور العيادة واللي بيكون مديرها هو الدكتور ويليام وبيكشف على روز وبيبلغها انها مريضة مثالية بالنسبة لهم وانهم عملوا المركز دي عشان الحالات اللي زيها وبيكون انه يعمل عليها تجربة باستخدام الخلال الجزائية وبتقطع روز اللي بتقول انها مش هتقدر تتحمل تكاليف العملية فبيطمنها وليام انهم مش ياخدوا منها فلوس في مقابل انها تسمح لهم يجربوا العملية دي عليها وبتتصدم روز لما بتعرف انها من اوائل الناس اللي هتعمل العملية دي وانها بمثابة فرط تجرب ليهم ومع ذلك بتضطر انها توافق وده لان ما عنداش حال تاني خصوصا انها مش هتقدر تتحمل تكاليف عملية تجميل في مكان تاني وفي نفس الوقت مش هتقدر تواجه المجتمع بالشكل ده وبيجي معادل عملية وبيظهر ان الدكاترة والممردين لابسين لبس غريب وكمان خافين وشهم وكأن العملية بتمثل خطورة عليهم وبيتم زرع جسم غريب في خد روز وبعدها بشوية بنشوف اياد وهو راح يزور روز في المستشفى وبيظهر انها لسه ما فقتش من العمل هي وبيطمن اياد عليها وبيمشي وفي طريول الخروب بيوقفه الدكتور وليام وبيطلب منه يتكلمه في المكتب لكن ما بنعرفش يتكلمه في ايه وبعدها بشوية بتفوق روز واول حاجة بتعملها هي انها بتشيل الشاش من على وشها وبتتصدم من التحول اللي حصل في شكلها وبيظهر ان اثار الحدث اختفت تماما وكمان ملامح وشها بقت اجمل بكتير من الاول وبتفرح اكتر لما بتشوف جرح العملية اللي عند معدتها اختفى وكمان لكن بتحس بوجع شديد في معدتها وفي الوقت ده بتسمع روز صوت جاي من عند حمام السباحة اللي في المبنى ولما بتروح لينك بتلاقي ممثل مشهور اسم دون وبتعرف انه بيتعالج في نفس المكان وبمجرد ما بيحاول يقرب منها بيبدأ ينزف من بقه فبتخاف روز لما بتحس ان هي السبب وبتجري على قضيتها وتاني يوم بيروح وليام يتطمن عليها فبتحكي روز عن اللي حصل مع دون لكن وليام بيطمنها ندي تهيقات وبيبدأ يقنع ان كل حاجة شافتها في الحلم دليها معنى وبيسمح لها وليام بالخروج بما ان حالتها خلاص بقت مستقرة بشرط انها بتتأخرش على موعيد المتابعة وبيديلها دوا معين وبيقول ان الدوا ده ليه اثار جانبية وانها لو حست بالتعب لازم ترتاح وممكن كمان يسبب لها هلاوس اصعب من اللي شافتها وبيديلها كمان مشروب معين عشان يساعدها على هذا وفي طرق للخروج بتقابل تشيلسي اللي بتكون اول مرة تشوفها من بعد العملية وبتتصدم تشيلسي من الفرق الكبير وبتفرح ان روز هترجع لحياتها الطبيعية وفي يوم بتسيبها تشيلسي وبتروح الشغل وفي الوقت ده بتحس روز بالملل فبتقرر تبدأ تستلي نفسها وترسم تصاميم وبتفتكر نصائح جونتر لها من اول ما اشتغلت وبتلتزم بيها واسناء ما هي بتشتغل بتتفاجئ ان اياد رايح يزورها وبيينبهر بشكلها الجديد وفي الاول بيعتزر اياد على اللي حصل يوم الحفلة وبعدها بيعرض على روز انهم يتعشوا سوا لكنها بترفض فبيحاول يحدد معا تاني لكن روز بتجدب وبتقول انها مشغولة وبيظهر انها بتحاول تتجنبه من وقت الحفلة وبتاخد الورد من ايده وبتقفل الباب وبالليل بيخرج البنتين لنفس المكان اللي كانوا فيهم الحفلة وبيقابلهم جونتر واللي بيكون خارج من هناك وبمجرد ما بيشوفوا استان روز وبيعرف انه تصميمها بيتأكد انها فعلا موهوبة وبيقرر يرجعها شغل من تاني فبيفرح البنتين جدا وبيقرروا يحتفلوا واسناء الاحتفال بتتفاجئ روز ان الشباب هم اللي حابين يتعرفوا عليهم عكس اللي كان بيحصل زمان ولما بتقرب من واحد منهم بتتفاجئ بنفسها بتعمل حركات غريبة وبتجرح رجل في جسمه كأنها وحش مفترس والحصن حظه ان محدش بيكون شايفهم وبتفوق بعدها روز وهي في قضتها فبتخمن ان ده من ضمن التهيقات اللي بيسببها الدواء وبتحاول انها تهدي نفسها وبعدها بتاخد المشروب عشان تفتر به وبيظهر انها حبته وفي الوقت ده بنشوف الممثل دومه وفي اليوم ده بيعاني من ارتفاع درجة الحرارة وبيتخانق مع واحد معهم في اللوكيشن فبيهجي معليه دوم وبيعض الشخص ده بطريقة مرعبة لدرجة انه بيقشيل جزء من جلده وبسبب اللي حصل بيترعب كل اللي في المكان وبيحاولوا انهم يسيطروا على دوم وفي الوقت ده بتحس روز بواجعة شديد في معدتها لدرجة انها بتفقد الوعي وبتفوق بعدها بشوية وهي سليمة تماما لكنها بتبقى لسه جعينة فبتشرب باقي زاست المشروب واسناء ما هي وقفة قدام التلاجة بتلاحظ وجود قطعة لحمنية وبيلفت نظرة على منظر الدم وبتبدأ انها تشرب الدم اللي عليها وهي مستمتعة ولما بتستوعب اللي حصل بتخاف من نفسها فبتتصل بتشيلسي لكنها بتبقى في شغلها ومش بترد عليها وفجأة بتسمع روز ستخنها في الشارع ولما بتنزل عشان تشوف اللي حصل بتلاقي شاب مغروه بيهند بنت في الشارع فبتمثل روز انها معجبة بيه وبمبارد ما بتركها بالعربية بتهجم عليه وبتعضه وتاني يوم بتفوق روز في قضيتها لكن المرة دي بتلاقي على قدها قصر دم وده اللي بيأكد لها ان دي ما كانتش تهيوات فبتترعب روز وبتقرر انها تروح تقبل وليا وبتقول روز انها كل ما بتحس بوجع في معدتها بتبدأ تتخيل انها بتئذي الناس فبيطمنها وليا من كل ده تهيوات وبيقول ان البنج بيأثر على شهية الانسان وبيخليه حب اكلات معينة ما كانش بيحبها وبيكون شاف ان ده سبب حبها لشرب الدم وبعدها بترجع روز لشغلها بعد ما قررت انها تركز في الشغل وبس وتتجالق اي حاجة تانية وفي اليوم ده بيشوف جنتر التصميمات اللي كانت شغالة عليها الفترة اللي فاتت وبينبهر بيهم لدرجة انه بيقرر يضمهم لمجموعته الجديدة وبيطلب من روز تشتغل معها على تصميم الفستين دي فبتفرح روز جدا وبتتحمس وفي الوقت ده بيفوق الشخص اللي اتعد من دون وبنعرف انه خضع لجراحة تجميلية في وشه لكن بمجرد ما بيفوق بتظهر عليه اعراض مشابهة الاعراض دون وبتكون تصرفاتها مجاة جدا فبيعد الممرضة ولما بيحاول الدكاترة انهم يهدوا بيعضهمهم كمان وبسبب اللي حصل بيتم استدعاء مركز التحكم في الامراض واللي بيشخصه نده مرض الصعور وانه بيضمر الجهاز العصبي وبيقود الشخص للجنون لدرجة انه بيشاكل خطر على نفسه وعلي حواليه وبناء على سرعة اقوة انتقاله من المرضى في المستشفى بيبدأوا انهم يحسوا بالخطر لدرجة ان اي حد بيفقدوا السيطار عليه بيقتلوا فورا قبل ما يعدي حد تاني وبيقولوا الطبيب انهم لازم يسيطروا على الموضوع قبل ما يخرج برا المستشفى لان وقتها يتحول لوباء علامي صعب السيطار عليه وبيرفض الطبيب يبلغ على اللي بيحصل بسبب خوفه من تفاشي الرعب بين المواطنين وفي نفس الوقت بيروح ايادي يتكلم مع روز وبيعرض عليها التاني مرة انهم يخرجوا سوا والمرة دي بتوافق روز وبتبدأ تحكي عن حالتها الصحية وبتحكي كمان عن التهيقات اللي بتعني منها لكن مش بتحكي بالتفصيل وبيظهر ان ايادي مهتم يعرف تفاصيل حالتها الصحية ومضاعفات العملية وده اللي بيخليها مستغربة وفجأة بتحس روز بالتعب ولما بتدخل الحمام بتلاحظ وجود كائن غريب جوا بقها فبتترعب وبتقرر انها تمشي لكن قبل ما تمشي بيهجم على المكان الشخص اللي عبدته روز في العربية وبيظهر انه جاي ينتق منها وبيعد كتر من شخص في المكان لكن ايادي بيقدر انه يسيطر عليه وبيضربه وفي الوقت ده بتكون روز مشيت من المكان وكالعادة بتفوق تانيومية مش فاكرة ازاي رجعت البيت ولا عارفة دا كابوس ولا حقيقة ولما بتحاول انها تتصل بويليام مش بيرد عليها فبتسيب له رسالة بتحكي فيها على اللي حصل وبتروح روز عشان تفتر فبتقع منها اذاست المشروب وبتتصدم لما بتكتشف ان المشروب عبارة عن دم وعشان كده بتقرر انها توقفه فورا وبيبدأ التجهيز لعرض الازياء وفي اليوم ده بتقابل روز ميلها اياد لأول مرة بعد اللي حصل وبتعتذر انها مشيت وثابته وبتقول ان الادوية بتخليها مشواشة ومش وعية لتصرفاتها لدرجة انها مش بتبقى فاكرة وصلت البيت ازاي فبيقول اياد ان هو اللي وصلها وبعدها بيجمع جنتر كل العرضات وبيقرر ان تشيلس هيها اللي هتختتم العرض وانها هتكون لابسة الفستانة لمن تصميم روز فبيفرح البنتين جدا خصوصا ان دي حاجة بيحلموا بيها من زمان وفي الوقت ده بيفقدوا السيطرة على المرض فبيتم اعلان حالة الطوارئ وبيطلبوا من الناس تقعد في البيوت ويبعدوا عن الحيوانات او البشر اللي تصرفاتهم غريبة وبالرغم من كل ده بيصر جنتر ان عرض الازياء يكون في معايده وبيبدأ عرض الازياء وبتتفاجئ روز ان تشيلسي لسه ما وصلتش وفي الوقت ده بيجي لها تصل من وليام اللي بيطلب منها تروح له العيادة في اسرع وقت فبتقول روز انها مجهولة دلوقتي ومش تقدر تروح غير تاني يوم وبعدها بتخرج تقف بره المكان عشان تحاول تكلم تشيلسي وبتوصلت شيلسي وبتحكي لزمايلها انها كانت رجبة المتر وشافت ستة غريبة واللي قربت منها وعدتها بدون سبب وبيظهر ان محدش منهم سمع عن الوباء وعشان كده بيخمنهم انها ستة مجنونة مش اكتر في الوقت ده بتكون روز وقفة بره وبتحاول انها تكلمها وبتحس روز واجع شديد في معدتها وبتقف على الارض وبيشوفها تنين رجالة وبيبدأوا انهم يسخروا من تصرفاتها وبيصوروها وفجأة بيخروا الكائن غريب من جسم روز وبيعض واحد منهم فبيوقع الرجل على الارض وبيبدأ ينزف وفي الوقت ده بيوصل ايادة على صوتهم وبيدرب الرجل التاني وبيمسح الفيديو وبعدها بيقل عجاكت بتاعه وبيحاول يسيطر على الكائن الغريب وفعلا بيقدر يسيطر عليه وكأنه عارف كويس ازاي يعمل كده وبعدها بيدي روز حقنا معينة وبيشيلها وبيرجعها الحفلة وبعدها بشوية بتفوق روز وبيكون ايادة عايز ياخدها للعيادة لكنها بترفق التمامل انها تروح قبل ما تحضر عرض الازياء وبيبدأ العرض واللي بيكون ماشي كويس جدا لكن في نص العرض بتظهر على تشيلسي علامات التحول وبتبدأ انها تعود الموجودين وبتعد جنتر هو كمان وفي وقت قليل بتوصل الشرطة للمكان وبتقتل كل المصابين واللي بيكون من ضمنهم تشيلسي فبتنهار روز بسبب موت اختها اما اياد فبيشيل روز وبياخدها للعيادة غصبا عنها وهناك بيقعد الاتنين يتكلموا مع الدكتور وبتكون روز حاسة بالزم وبتشوك ان اللي بتشوفه مش تهيئات وان هي مصدر الوباء العالمي وبيفرح وليام لما بيعرف انها لسه مكلتش فبياخدها هي وقيادة وبيحبسهم في قضة واحدة وبيبدأ تكلم معاهم عن طريل ازاز وبنعرف ان اياد كان بيتعاون مع وليام بعدما وليام اجره عشان يرائب روز طول ما هي برا العيادة وبيحاول ايادي يدفع عن نفسه وبيقول انه كان بيعمل كده عشان معجب بيها لكن روز مش بتصدقه وبيظهر ان وليام شخص مجنون وبييرمى على ايات دم كتير عشان يغري روز انها تكله وبيشجع روز انها تستسلم لاحساسها وتكله ولما بتسأله عمل فيها ايه بيبدأ وليام انه يحكي بنعرف انه كان شغل على تجربة الخلود وهي انه يحق ان الناس بمادة معينة عشان يعيشوا للأبد وان الوحش اللي عيش جواروز ده هو اللي هيساعدها تعيش للأبد لانه بيتطور من نفسه دايما وبيكون شاف ان تجربته فدى جدا وانها لو تنفزت على عدد قليل من البشر هتخليهم يقضوا على باقي البشر والمخلوقات وفي المقابل هتخليهم يعيشوا للأبد وبيبقى شاف تيجى تستاهل وفي الوقت ده بيتفاجئ الاتنين بكائن غريب معهم في القوضة واللي بيكون جزء منه إنسان والجزء التاني وحش مخيف فبيقول وليام ان دي زوجته وانه فشل في علاجها بالسرطان فاتبرع بجسمها عشان يعمل عليه أبحاث لحد ما لقى طريقة يخليها عيشة بها بجسم الوحش ده وفجأة بيخرج الوحش من جسم روزه بهجم على ايها فبتمسك روز السكينة وبتفصل الوحش ده عنها لكن ايهاد بيكون خلاص مات وبتقرر روز انها تنتقم من وليام فبتقتل زوجته اللي معاهم في نفس القوضة وبعدها بتقتل نفسها وفي الوقت ده بيتم الاعلان عن السيطرة على الوباء وان أي شخص اللي قاح ده ما جابش نتيجة معاه اضطروا انهم يقتلوه عن طريق الموت الرحيم وبكده بيكون الازمة خلاص انتهت وفي وقت وليام بترجع كل حاجة لطبيعتها وبعدها بشوية بنشوف وليام وهو بيحضر وجبة مكونة من قطعة لحمناية ومعاك باية دم وبيروها جنب روز وبيصحيها وبتتصدم روز لما بتعرف انها لس عيشة وبتتصدم اكتر لما بتعرف ان تجربة وليام نجحت عليها وانها مش هتقدر تموت مهم عملت الفيديو ده كتبته ميرنا ممدوح وسجله محمد طاهر ده اللي هو انا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو لصفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الانيمي والكارتون سلام